موسيقى في ديسمبر عام 1948 شهد العالم موصف بحدث تاريخي إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثون مادة تمحورت حول سبل ضمان كرامة الإنسان وأمنه وحريته معكم في سلسلة حلقات من حقي نرصد واقع هذه الحقوق بعد نحو سبعين عاما من إقرارها وكيف أن الملايين بل عشرات وربما مئات الملايين لا يعرفون منها إلا حق التنفس التعليم حق أساسي لكل إنسان وعلى كل الحكومات أن توفره لمواطنيها بالمجان بموجب إعلان حقوق الإنسان ولكن ما هو التعليم ولماذا نرسل أولادنا إلى المدارس التعليم الحقيقي لم يكن هدفه يوما توزيع شهادات نعلقها على الجدران ولا للتفاخر بأن أبناءنا يحفظون أكبر قدر من المعلومات التعليم هدفه الأساسي تربية أجيال تتمتع بالوعي وترسخ هويتها بما يضمن مستقبلا مزدهرا للأوطان فإن هذا من علامنا العربي أهلا بكم فصول مكتظة مناهج مسيسة كوادر تفتقر إلى الكفاءات والمخصلة منظومة تعليم عربية تدفع ملايين الشباب إلى البطالة سنويا مؤشرة جودة التعليم في العالم العربي لا تختلف كثيرا عن الحريات والرعاية الصحية فيها فجميعها تندرج ضمن معدلات متدنية جدا بما يجعل التعليم العربي بعيدا عن المنظومات التعليمية العربية وتصبح السورة أكثر مأساوية في دول كالعراق والصومال والسوريا واليمن وليبيا بسبب الصراعات بالإضافة إلى رداءات البنى التحتية للمدارس وضعف المناهج العملية والتكنولوجية ورغم أن دول الخليج تبدو أكثر تقدما من حيث التجهيزات فإنها تفتقد إلى معايير الجودة من حيث تسييس المنهاج تارة وفرضها سياسة تحرم الوافدين من مجانية التعليم تارة أخرى مشكلات متعددة تترك وراءها إحصائيات عدة أبرزها أن نسبة الأمية في العالم العربي تصل إلى نحو 20% حسب مؤشر جودة التعليم الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي فهناك ثماني دول عربية خارج التقييم هي العراق وسوريا وليبيا والسودان والصومال واليمن وجيبوتي وجزر القمر هذا بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية ومن أبرز النتائج تتصدر قطر المركز الأول عربيا والرابع عالميا ويحتل لبنان المرتبة الثالثة عربيا والخامسة والعشرين عالميا وبلغ ترتيب الأردن الخامس عربيا والخامس والأربعين عالميا فيما جاءت السعودية في المركز السادس عربيا والرابع والخمسين عالميا أما تونس فرغم تقدم مستواها تعليمي نسبيا عربيا فإنها تتأخر عالميا إلى المرتبة الرابعة والثمانين موريتانيا بالمقابل تأخرت كثيرا في المؤشر إلى المرتبة المائة والرابعة والثلاثين عالميا أما مصر فتحتل المرتبة الثالثة عشر عربيا والمائة والتاسعة والثلاثين عالميا وهو المركز قبل الأخير مشاهدين ونفتح النقاش مع ضيفين الليذين ينضمان إلينا في هذه الساعة من بغداد المستشار السابق لوزير التعليم العراقي الدكتور إحسان الحديثي ومن بيروت المستشار التربوي الدكتور محمد الأمين أهلا وسهلا بكم دكتور حسان أو دكتور إحسان أبدأ معك يعني رغم التقدم الكبير الذي أحرز على صعيد تسهيل وصول التعليم للجميع خلال العقد الماضي إلا أننا ما زلنا نتحدث عن خمس أطفال العالم ما زالوا خارج المدرسة كيف تتوقف عند هذا الرقم؟ ما تفضلت به في تقريرك أولا جزيل الشكر لهذا اللقاء وهذه الفرصة أهلا بك ومرحبا بالضيف من لبنان الحق تكلمتي فيما يتعلق بحق التعليم الحكومات اليوم ليست مطالبة بتوفير التعليم فحسب وإنما حماية هذا الحق إذا نعود إلى القرن الماضي العراق كان بين الدول المتقدمة فيما يتعلق بمعالجة الأموية حتى أنه مطلع ثمانينات القرن الماضي حصل على جوائز من منظمة دولية اليونسكو بالقضاء على الأموية لكن مثل ما أشرت أيضا في أثناء حديثي فيما يتعلق أن التعليم هو حقيقة الأكثر أرضة للدمار والخراف في ظل الحروب والصراعات والنزاعات سنأتي لهذه النقطة دكتور ولكن دعنا نتوقف عند هذا الرقم لماذا رغم كل التقدم الذي أحرس ما زلنا نتحدث عن حوالي 260 مليون طفل خارج المدارس بحكم هناك حقيقة جبلة من الأسباب لهذا الموضوع واحد منها هو حقيقة ضعف الدافعية نحو عملية التعليم بحكم أنه البيئة التحتية للمنظومة التعليمية في بلادنا سواء في العراق أو في العديد من الدول العربية هي دون مستوى الطموح الفقر المناهج الدراسية الصعبة حتى على مستوى أعداد المعلمين والمدرسين والتدريبين وتأهيلهم أيضا دون مستوى الطموح الاقتضاء الكثير حقيقة هي العوامل التي أدت إلى أزوف أو أن يكون هذا العدد أو هذا الرقم هو خارج جدران المدرسة وخارج منظومة عملية التعليمية سنتطرق إلى الأسباب التي ذكرتها دكتور لكن دعني أنتقل إلى دكتور محمد سوف نعود لتفصيل كل ذلك دكتور محمد دكتور إحسان ذكر نقطتين سوف أعود إلى مسألة الحروب وإلى ما هناك في سياق الحلقة لكن مسألة المناهج التعليمية والدافعية هذا الأمر نحن نلاحظ بأن المناهج التعليمية العربية ما زالت قاصرة عن مواكبات نظيراتها الغربية لماذا؟ خاصة أن الأمر ليس فقط يرتبط بالقدرة المادية للدول رأينا لبنان والأردن رغم الأزمات الاقتصادية تحتل المرتبة الثانية والثالثة بينما دول الخليج لديها إمكانات ولكن مناهج ما زالت قاصرة مساء الخير وشكرا على الاستضافة طبعا أنت تحكي عن موضوع أنت تلمسين الموضوع من صلبه موضوع المناهج موضوع المناهج هو موضوع حياة شائك لأنه لما نحكي عن مناهج نحن نتحدث عن حكومات وعن سياسة حكومات فيما يتعلق بالتعليم هنا يأتي السؤال الكبير هل فعلا الدول في الوطن العربي أو خليني أقول معظم الدول تستثمر بالتعليم هذه إشكالية كبيرة لأنه إذا فعلا نستثمر بالتعليم سيتبعه الكثير من الأمور أقلها المناهج لدينا مشكلة حقيقية بالمناهج وموضوع طبعا ذكرت أنت استثناء لبنان أو الأردن يمكن بسبب تعدد الثقافات تعدد المؤسسات التربوية عملت نوع من الغنى بموضوع التعليمية ولكن هذا معناته أن التعليم لم يقتصر أو تقديم خدمة التعليم لم يقتصر على وزارات التربية بالدول صح وزارة التربية بتشرف ولكن بهذه المدارس التي تكون أجنبية أو مدارس خاصة بشكل عام هي ليست ملزمة أن تتبع مناهج وزارة التربية وبالتالي تمتها اجتهاد خاص بالمدارس الخاصة والتي يمكن على الرتبة بالدول مثل لبنان والأردن موضوع المنهج هو الشيء اللي لازم ينشغل عليه حقيقة لأنه هو بداية الانطلاق لما أنا بحط منهج طبعا هذا المنهج قائم على رؤية على سياسة على هدف كبير دعنا نفصل هذا الموضوع دكتور محمد سوف أعود إليه في سياق الحلقة ولكن سأقطعكم لنتوقف مع التقرير التالي حيث ننتقل إلى بغداد وإلى مرسلنا وتقريره عن وضع التعليم في العراق الذي يعاني منذ عقود الحروب والحصار كغيره من القطاعات المهمة يواجه قطاع التعليم في العراق تحديات جمة أخرجته من دائرة التصنيف العلمي للجودة بعد أن كان يتصدر الأنظمة التعليمية في المنطقة الحروب والأزمات السياسية والفساد شكلت جميعها معولا للهدن إذ يمتلك العراق حاليا ستة عشر ألف مدرسة بينها ثلاثة آلاف بحاجة ماسة للتأهيل ونقصا يتجاوز عشرة آلاف بناية مدرسية واقع حرم الكثير من الطلاب في البلاد من حقهم في التعليم وخلف أكثر من ستة ملايين أمي نحن بحاجة إلى مدارس كبيرة جدا نحن اليوم نحن عدنا حسب الإحصائيات التي تشير لها وزارة التربية وحسب ما موجود لدينا في أبحاث ودراسات أنه نحن عدنا أكثر من ستة آلاف ومئتين مدرسة به دوام مزدوج أما الدوام الثلاثي فنحن عدنا تسعمية وخمسين مدرسة يعني تسعمية وخمسين مدرسة تقريبا هذه فيها دوام ثلاثي وتحتاج إلى عملية فك هذا الارتباط بين هذا الدوام ونحن بحاجة إلى أكثر من عشرة آلاف مدرسة غياب للمختبرات العلمية ونقص كبير في المستزمات الدراسية باتت سمات تلازم المبانية المتهالكة للمدارس في العراق علاوة على اعتماد وزارة التربية خلال السنوات الأخيرة مناهج دراسية جديدة لم تقترم بحصول الكوادر تدريسية على دورات تطويرية تؤهلها لمواكبة التغيير ما خلق فجوة علمية انعكست سلما على القدرة الاستيعابية للطلبة هناك تقصير واضح تجاه الطالب من كل النواحي من ناحية بناء المدارس من ناحية التأهيل الدراسي من ناحية المناهج من ناحية حتى تأخير بعض الكتب أنا أشوف المناهج يحتاج لها تغيير يعني المناهج ما مناسبة للطالب أنا أشوف المنهاج القديم يمكن تقولون أنتم القديمين اللي درستوا على المنهاج القديم وعلى النظام الدراسي القديم أشوف أنتج ناس أطباء ومهندسين ومفكرين وأوداباب حصول الطلبة على تعليم جيد ينمي تفكيرهم ويبني شخصياتهم ويعزز معرفتهم العلمية بات بعيدا منالي في المدارس الحكومية العراقية بعد تدني واقع التعليم مؤخرا ما جعل المدارس الخاصة وجهة لمن يقوى على دفع أقصتها ومن لم يستطع يضطر لإرسال أبنائه إلى المدارس الحكومية وهو يدرك بأن حقهم في التعليم بات منقصا يحتاج العراق وفقا للإحصائيات الرسمية إلى بناء أكثر من عشرة ألاف مدرسة كحد أدنى للتخلص من ظاهرة داوم الثنائي والثلاثي التي تسببت من خفاض مستوى التعليم في العراق وحرمان طلاب من حقهم بتعليم دون معاناة راد المعموري تي ار تي عربي بغداد نناقش نواصل لنقاش مع ضيفين دكتور حسان تقرير مرسلنا يناقد بعض الشيء ما تفضلت به حضرتك في بداية الحلقة لماذا هذا التراجع في القطاع التربوي العراقي حضرتك مستشار سابق لوزير التربية لماذا تعجز الدولة عن واجباتها ولا نرمي كل شيء على الحروب نحن لازم نتكلم عن قضيتين مهمة أنه العراق في سبعينيات القرن الماضي وكانت ميزانيات كبيرة جدا لا تنسين أيضا الأعداد للسكان لم تكن كأعدادها اليوم اقتضاد الصفوف بالتلاميذ والعداد الكبير اللي موجودة اليوم ما كانت موجودة آنذاك احنا ما نركن فعلا بعد التغيير 2003 حصلت للعراق فرصة كبيرة خاصة بالموازنات الانفجارية وكان سعر برميل نفضة أكثر من 140 لكن أصبحت أدنى مشكلة الفساد الإداري والمالي للحكومات السابقة خاصة فيما يتعلق بملة في الأبنية المدرسية ولذلك حصلت هذه الفجوة الكبيرة لم تكن هناك حقيقة سياسة واضحة فيما يتعلق برشيدة فيما يتعلق ببناء المدارس وفق معايير العالمية هل أفهم منك أيضا إلى جانب الفساد المشكلة في أولويات القطاعات لدى الحكومات نتحدث عن بلدان مثل العراق يعني ما زال قطاع التربوي يعتبر ليس من القطاعات الأولوية بالدليل الموازنة وهذا يمكن أنه نتحدث عنه في وقت آخر خاصة أنه ما زالت موازنة حصة التربية والتعليم الموازنة المالية دون المستوى الطموح يعني إلى الآن حصة في أحسن مستويات تخصيص المالي لوزارة التربية ونسبة الطالب منها كانت 300 إلى 900 دولار في الوقت اللي البلدان مثل الإمارات وغيرها يصل حصة التنميذ إلى 3000 دولار نتحدث عن العراق فقط أو عن دول العربية قصد أنه رافق الفساد إداري لا لا أنا أتكلم عن العراق يعني هناك دول مشابهة لموضوع العراق فيما يتعلق بحصة التنميذ أو المتعلم من الموازنة لكن اللي حبيت أن أشير إلى أنه أيضا الأعمال الإرهابية كان لها الدور والأعمال العسكرية كان لها دور كبير في هدم الكثير من الأبنية المدرسية وخسارة وخروج العديد من المدار الأبنية المدرسة خارج الخدمة كثير من المدارس اليوم وشكل إنهاء لكنها لم تستكمل لقضايا معينة أخرى استنعود لذلك دكتور ولكن دعنا أيضا ننتقل إلى واقع تعليمي شبيه بما يمر به العراق ولا يختلف كثيرا نتحدث عن مصر وهنا نتابع كيف لخص الفنان المصري راحل محمود عبد العزيز وقع التعليم المؤلم في كبرى الدول الأوروبية لما واحد يفسه يعلم ابنه عايز يدخله مدرسة بمصاريف مصاريف فلكية بلاش نبعد عن المصاريف الفلكية للمدارس الخاصة ونقول حكوبة المدارس الحكومية المجانية داخل الولد المدرسة ألاف ألاف الجنيهات للدروس الخصوصية وفي الآخر يريد يطلع الولد متعلم أو فهم أي حاجة دي مش جريمة عشرين مليار جنيه حجم الاقتصاد اللي تحت الأرض من الدروس الخصوصية واحد شاب تعلم في الكلية أربعة وخمس سنين دراسة ودح وكب تنين ألف أربعة وإيشي وإيشي وأحلام وأمال وحطلع وحتخرج وحبدي وحعمل أسرة وحعمل البيت وحعمل مفيش شغلة يطر يشتغل أي شغلة أي شغلة أي حاجة مفيش أعرف ناس تخرجت من الجبعة بعد دراسة اشتغل دلوقتي أنا صبي علمة صبي علمة يمسك سجات متعلم قسم سجات أنا لا أصغر من هذه المهنة ولكن ماذا أفادوا هذا التعليم أربع سنين بدع في تعليم دي مش جريمة نواصل حديثنا وأنتقل إلى دكتور محمد من بيروت يعني للأسف هذا الواقع كما لخصه منذ قليل أن أمثل محمود عبد العزيز دكتور محمد يعني المبادئ الدولية كفلت حق التعليم المجاني للجميع وبشكل شمولي هل القوانين الدولية تلحظ أو تكفل تطبيق ذلك أم هي غائبة عن هذا الموضوع يعني خليني بس أرجع شوي طالما استشهدنا بالممثلين أنا بس نحكي عن التعليم بالوطن العربي ما بعرف ليش بستحضر مسرحية مدرسة المشاغبين اللي كانت ب1993 على ما أعتقد وكيف قدمت هذه المسرحية نموذج الطالب المشاكس واللي عمليا عامل عصابات بالصف وبالمقابل شخصية الأستاذ الهزيلة أو الضعيف وكمان شخصية المدير الانتهازي يعني إذا منلخص المسرحية بيطلع عنه هولا ثلاث تصنيفات وعلى ما يبدو كانت عم تنقل صورة نوعا ما يعني صورة موجودة بطريقة أو بأخرى ولم تتغير كثيرا سيدتي في مشكلة بموضوع الاستثمار بالتربية أنا أعتقد أنه بالوطن العربي طبعا مشكلة للدول بس بمعظم الدول التربية تكاد تكون هي الأقل كلفة من القطاعات الأخرى يعني أديش في حقيقة استثمار بقطاع التربية أديش عندنا قناعة أنه التربية هي التي تبني الأوطان بعيدا عن رومانسيات الموضوعات إذا نذهب بالشكل العملي التعليم بده ميزانية وفيك قطاعات كثير بالدولة بنحط عليها مبالغ طائلة ومليارات ولكن نأتي إلى التعليم ننتقل إلى فكرة التعليم رسالة والتعليم رسالة أوكي رسالة ولكن بدها إلى متطلباتها هل فعلا نحن نفكر من الطالب الذي نطلعه نحن بالنهاية كيف شكل التلميذ أو الطالب الذي سيطلع من أول سنة بالمدرسة لآخر سنة هل فعلا نحن ندرس هذا الموضوع ونفكر ونخطط ما هو التلميذ الذي سيطلع بعد ما يمر 12 سنة بالتعليم الأساسي المدرسة وبالتالي هنا خلينا بموضوع الحقوق الإنسان موجود القوانيات لكن طبعا نحن عدد الأطفال اللي بلى مدارس بالوطن العربي مخيف في عدد كبير من الأطفال هل يمش بالمدارس وبالتالي هذا يعني مش عم يطبق هذا الشيء يعني عدد تقريبا بتقريبا 5.6 مليون نتحدث نتحدث من أعمار من 6 إلى 11 سنة صحيح في صلب المشكلة دكتور وهنا يعني دعني أنتقل إلى اليمن إلى مناطق الصراعات حيث ربما هذه الأزمة تنذر بقنبلة موقوتة قبل أن أتابع حديثي معك أعينا من أراء الشارع اليمني حول الواقع التعليمي الذي وصلت إليه البلاد إثر الحرب الطاحنة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم نتابع ونعود للنقاش منظمة تعليمية في اليمن أصبحت مدهورة والسبب هو الحرب والنزاعة المستمرة إلى جانب منقطع صرف رواتب الموظفين مشكلة التعليم بدأت تقريبا من أواخر التسعينات مع بداية الألفية وهي بالعدة أسباب المناهج التعليمية لا يوجد مواكبة مع العالم الخارجي المنظومة التعليمية جالسين على نفس النظام القديم بالإضافة إلى عدم تأهيل الكوادر التدريسية المدرسين يتخرجون من الثانوية أو من الجامعات رأسا إلى التدريس بالإضافة إلى الحرب جاءت الحرب كملت الباقي القادم مظلم لا نعرف كيف يكون المستقبل لأبناء أنا ونواصل هذا الحديث دكتور إحسان من العراق إلى جانب ما استمعنا إليه منذ قليل وحول مشكلة التعليم في مناطق الصراعات هناك نقطة فعلا مخيفة استخدام المناهج التعليمية كما نرى في الصراعات السياسية والعقائدية ومقاربة ربما مسألة الإسلاموفوبيا حسب توجهات هذه الدول أي جيل تؤسس للأيام القادمة إذا تسمحي لأتمنى أن أتدخل شوي مع دكتور محمد فيما يتعلق بحق التعليم يعني القادة العالم اليوم باختصار شديد دكتور لأستفيد من الوقت معكم بهداف التنمية المستدامة معي نعم 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 عندما وقعوا على هدف التنمية المستدامة 2030 على الحكومات الجميع أن تعمل ضمن أجندة هذه الأجندة وتحقيق الهدف الرابع فيما يتعلق بالارتقاء بالتعليم في بلاته أنا أتمنى أنه أن ننظر إلى الجانب مملوء من الكاس التعليم هو أكثر أرضة للخراع في وقت دعنا نعود للنقطة التي سألتك عنها دكتور ممكن أن يكون السبيل نحو بيئة آمنة أو نعم النقطة حول ما يتعلق بالمناهج نعم تسيس المناهج تسيس المناهج شوفي هناك قضية مهمة جدا نعم نعم فلسفة المناهج وبناها حتى المنظومة التعليمية ترتبط دائما بالأنظمة الحاكمة حتى فيما يتعلق بالديباجات أو بالدساتير العربية الموجودة قد يكون لبنان الأخ الضيفي يمكن أن يكون أكثر من عندي في هذا لبنان نجاحا كان فيما يتعلق بحرية التعليم وربطة التعليم فيما يتعلق بالطوائف ولذلك نجحت لبنان في توفير هذه الحرية فعلا نحن ما يتعلق بالمنهج لها دور كبير في تحقيق المواطنة في تحقيق الحوار في تحقيق للمناهج وصلت الفكرة دكتور بما أنك استشهد بما أنك استشهد في شخصية المتعلم وتحقيق الواطن العالمي بما أنك استشهد في لبنان دعنا ننتقل لنتابع أيضا عينة من الشارع العربي التي تتحدث عن أسباب توجه الأهالي إلى المدارس الخاصة بدلا من المدارس الحكومية تفضيل الأهل اللي يبعثوا أولادهم عن المدارس الخاصة هو من وراء الإدارات العاطلة بالمدارس الرسمية وللأسف النوعية المدنية من التعليم اللي هونيك مش لأنه الكاريكولم غير بس الطريقة الأساتزة المناخ السيرفس كل عبادة بس الإبتداء ما فيه اهتمام بالمدارس الرسمية مثل المدارس الخاصة المدارس الخاصة كتير بتشتغل على أولاد بتشتغل أنه هالشي يكون يصير عندها شادة مثل آيزو مع كل المدارس الأمريكية والأوروبية بس بالرسمية ما فيه هذا الاهتمام أنه يشتغلوا على الشي فأكرمال هيك بالمرحل الإبتدائي من خاف منحطوا أولادنا بمدارس خاصة بالمتوسط الشواء منظلنا خايفينين لا يتلقى التلامي تعليما على المستوى المطلوب المتطلب في موريتانيا وذلك يرجع إلى عدة صفات تفاوت الطبقي أن هناك من الآباء من يمكن أن يحصل لأبنائه الطلبة على الأساتذة المتميزين وعلى الأماكن الدراسية الفسيحة نتابع إذن ما تبقى من هذه الحلقة دكتور محمد بشكل سريع لدينا دقيقتين أريد أن أسألك عن الحلول إذا كانت الحكومات غائبة عن قطاع حيوي بهذا الشكل نحن نتحدث عن 50% من الأطفال في سن الاتدائية دون المدارس في مناطق النزاعات ما هي الحلول من المسؤول طبعا المسؤول بالدرجة الأولى هي الحكومات والأنظمة يعني عم تحكي أنت عن تأسيس مدارس ووضع مناهج تخدم الإنسان وهون طبعا في نقطة حساسة يعني ويمكن ما بينحكي فيها كثير هل التربية تخدم الأنظمة الحاكمة ولا الإنسان يكون فيه قرار بهذا الموضوع ونطلع من قصة أن الحكومة أو الحكومات تحط خطة تربوية خدمة للنظام الموجود بغض النظر أي نظام عم بحكي أنا بشكل عام التربية تخدم الإنسان والتربية هي التي تبني مجتمعات صالحة هو إنسان صالح ولازم نفكر من هو الإنسان الذي نريد بعد أن ينتهي من عاملية التعليم هل بدنا شخص عنده معلومات كثير هل بدنا شخص يروح نحو كمية المعلومات لأنه هلأ حاليا كمان في هذا الترند تبع التكنولوجيا واستعمال التكنولوجيا ولكن هذا الحال لا يكفي بدنا منظومة تربوية تطلع الطالب مثقف ليس فقط متعلم وثم تفرق كبير بين الإنسان المثقف والمتعلم أنا أريد أن يكون متعلم وبنفس الوقت أريد أن يكون مثقف ويوصل لمرحلة يكون عنده قدرة على التفكير وقدرة على حل المشكلات قدرة على أن يحل مشاكله بالحياة ويتعامل مع مشاكل الحياة اليومية وهذا ما يسمى بمهارات القرن الحادي والعشرين قدراج نحن عن جد نشتغل على هذا الموضوع مع الطلاب ليس فقط نعطيه معلومات ليطلع بالآخر هو A plus بالجامعة أو بالمدرسة ولكن لا يفقه شيء من أمور الحياة اليومية وحل المشكلات والتعاطي مع الحياة إذن هي منظومة متكاملة لا يمكن أبدا أغفال دور الدولة ورؤيتها في هذا الإطار تجاه الطلاب والمجتمع الذي تبنيه أشكرك جزيلا من بيروت المستشار التربوي دكتور محمد الأمين ومبغداد المستشار السابق لوزير التعليم العرقي الدكتور إحسان لحديثيه من هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من سلسلات حلقات من حقي لقاؤنا في الحلقة القديمة ترجمة نانسي قنقر